موسيقى هلو هلو يوم جديد يوم سعيد يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية بداية حلقات أسبوع ميز شو والنهاردة حلقة من الحلقات اللي أنا بحبها حلقة المكون الواحد الحلقة دي بيبقى المقصود منها زي ما بقول لكم دايماً إنه نبص على مكون واحد موجود في مطبخنا من أي نوع خضار لحوم بقليات بهارات ونعمله بطرق معينة ثلاثة أربع طرق وخلاص أول ما نلاقيه عندنا في البيت نروح عارفين هنعمل يا كذا يا كذا يا كذا في الحلقة المكون الواحد منحاول نرجع نبص على المكون ده بوصفات جديدة وطرق عالمية مختلفة علشان نرجع نحبه من أول وجديد وبالتالي يرجع التجديد لمطبخنا النهاردة البتنجان بتنجان سقعة بتنجان ببلاد الشام مقلوبة بتنجان بابا غنوج بتنجان مخلل إيه تاني للبتنجان؟ بس النهاردة هنروح برحلة حول العالم بوصفات بسيطة ولذيذة وفيها أفكار حلوة من البتنجان أول وصفة هي وصفة الكفتة بالبتنجان على الطريقة التركية الطريقة التركية يعني فيه النكهات التركية البسيطة وبيستخدمها على فكرة البتنجان مع الكفتة بشكل كبير وبأشكال كتير مختلفة وعملنا منها قبل كده كذا شكل النهاردة الصينية دي هتاخد بالزبط ربع كيلو لحمة مفرومة يعني حلقتنا كلها ما تعملش نص كيلو عندنا كذا حاجة فيها لحمة مفرومة يعني هتشوفه قد كده وقد كده كل واحد في وصفة هنعمل صينية كفتة بالبتنجان شكلها حلو طعمها حلو وحنجدد في البتنجان ووصفاته اللي بنعملها دايما الوصفة التانية هنروح للمطبخ الأسيوي رولات البتنجان بحشوة لحمة مفرومة نفس شوفه بتنجان لحمة مفرومة وبتنجان لحمة مفرومة طريقة طبخهم طريقة البهارات السوسات اللي بتحط معاهم بتحولهم لأطباق مختلفة تماما فحنعمل رولات البتنجان مقلية زي التامبورة جنبها سوستيرياكي أو سوس تشيلي سوس حنروح على المطبخ الفارسي المطبخ الإيراني وحنعمل كشك باتنجان بسموه كشك باتنجان زي البابا غنوك بس بطريقة رهيبة يعني فيها كرملة بصل وتوم ومنشوي البتنجان برضو وبيتحط له نعناع بيبقى نكت النعناع في وضحة سواء في الخلطة أو في التقلية وبيبقى معاه برضو شوية عين جمل بتبقى خطيرة حنروح لآخر طريقة والبتنجان المقلي شكل أو طريقة القلي هي المختلفة بس النكهات شرقية وبالأغلب مصرية حنعمل بتنجان مقلي على شكل وردة ونشوف ازاي بتكنيك بسيط صغير نقدر نحول بتنجانية لوردة من البتنجان نقليها شوية دقيق ونشع عادي جدا ونحط لها تتبيلة شرقية من الهريسة والكزبرة وزيت الزيتون واللمون إذن حنروح على تركيا وإيران وعلى مصر وكمان على آسيا يلا نكتب المينيو عندنا المينيو بتنجان حنعمل خفتة بتنجان على الطريقة التركية وحنستخدم دبس لفليفلي وحنتكلم أكتر ما هو دبس لفليفلي واستخداماته وازاي بديف فعلا طعم مختلف على الأكل حنعمل رولات البتنجان على الطريقة الآسيوية وعشان نتعلم وصفات لمكون احنا منبصله بطريقة واحدة لازم نشوف بيستخدم في دول تانية بشكل مختلف ازاي ونحاول نطبق اللي يعجبنا منها وعندنا وردات البتنجان على الطريقة ودي طريقة التتبيلة المصرية أو الشرقية الطعم الحلو اللي احنا منحبه وحنعمل كشك بدنجان وكده على الطريقة الإيرانية منذاكر وصفات المكون اللي احنا متعودين على بطريقة معينة بعمل ريسيرت شوف وصفات من بلدان مختلفة ومنجيبها كلها ومنحطها هنا قدامكم في ميز شو وتاخدوا انتو اللي بتحبوه تقدروا تشوفوا الإعادة ساعة ثلاثة العصر على القاهرة والناس اتنين وساعة ستة المغرب على القاهرة والناس واحد تقدروا تشوفوا كل الوصفات على صفحتنا على الفيسبوك اعملونا فولو حالا ماي شو تيفي صفحت البرنامج على الفيسبوك تنزل وصفات المقادير لينك اليوتيوب والحلقة الكاملة على اليوتيوب بعد الفاصل ورحلة حول العالم مع البتنجان هلو هلو في حلقة جديدة من ميز شو حلقة بداية الأسبوع وحشتوني ويارب تكونوا قضيتوا أجازة نهاية أسبوع حلوة النهاردة زي ما قلتلكم حلقة من الحلقات اللي انا بحبها حلقة المكون الواحد مكوننا الواحد النهاردة البتنجان وقلنا بالانترو انه لي وصفات طبعا محشي بتنجان ما قلناهوش برضو بيتحشي بنعمل مسقعة بنعمل بتنجان مخلل بابا غنوج بس النهاردة حنعمل حاجات مختلفة تانية بصوا على الصينية الحلوة اللي قدامي دي دي صينية الكفتة بالبتنجان على الطريقة التركية شايفين شكلها حلو ازاي مش بس التجديد بيبقى بالطعم والنكهات التجديد كمان بيبقى بالشكل احنا حاشين اللحمة المفرومة هنا بين البتنجان وكده برضو بتتطعم مع البتنجان ندخل دي الفرن وحنعملها حالا مع بعض هتنفتح بس الفرن وندخلها تستوي في الحلقة هعمل لكم كل الخطوات دلوقتي ومن الاكلات السهلة كل اللي بيقابلوني بيقولوني يا شوفوا ادينا كده وصفات مش صعبة بس بتطلع النتيجة حلوة شكلا وطعما ودي واحدة منهم بصوا هنعمل ايه عندنا زي ما قلتلكم لحمة فرومة قليل جدا وحجيب الصينية اللي هنعمل فيها البتنجان اهو صينية صغانطوطة وحلبس جلوفز ونعمل خلطة اللحمة اللي هتخلي الطبق ده على الطريقة التركية النكهة اللي منضفها عليها هي دبس لفلفلة كلمة دبس هي من جاية من التقصير يعني تقصير العسل الاسود هو دبس قصب فكرة انه احنا منسويها على نارها دياء ومنكثفها للحاجة فبتتحول الى زي معجون حواريها لكم ده دبس لفلفلة شكله زي الهريسة بس هو معمول من الفلفل الاحمر الرومي فهنضيف دبس لفلفلة على اللحمة بيدي طعم عارفين هو بيبقى فيه طعم البابريكا التدخين لان البابريكا جاية من برضو الفلفل الرومي الاحمر فحط على اللحمة كمية حلوة كده وهحط شوية توم وهحط بصلة مفرومة ناعم وطبعا ملح وفلفل اسود اخدهم جنبنا لشة فلفل ونضبط الملح ونعجنها وانا ممكن اطلع طبق اكبر اعرف اعجن فيه كويس ونعجنها كويس والنكهة يا جماعة خطيرة لدبس لفلفلة وبتدي كمان لون حلو اويو حندخله مش بس في اللحمة حندخله في السوس اللي حنسوي فيه البتنجان بالفور ادي اللحمة بقت جاهزة تعالوا ناخد البتنجان حناخد البتنجانية كده واقوريكم طريقة لزيزة حنستخدمها النهاردة في مكانين تشوبستيكس عوادق الشوي الخشب اي حاجات اللي هي الستيكس اللي منستخدمها للمطبخ لاتنين دول منحطهم تحت كده هنا لما نيجي نقطع ده بيخلينا ما نقطعش للاخر فانا هبتدي قطع كده هتو نعمل اتنين دي هنستخدمها اكتر لما نيجي نعمل وردات البتنجان هذه واحدة هتو ناخد واحدة تانية هتو ناخدها بكيرف كده استنى عايزة واحدة تبقى واخدة كيرف شكلهم حلو هما كده كيرف برضو كده ومنبتدي نقطعها شرائح وعلى فكرة بيعملوها برضو بالطريقة دي وبيحطوها على الشواية بالفحم يعني لما بتعملوا باربيكيو بتطلع حلوة جدا نكتفي باتنين بصوا بتبقى عاملة ازاي احنا فرغنا البتنجان بالشكل ده شايفين منبتدي هنا ناخد اللحمة اللي عملناها ونحط قطع صغيرة نشوفوا دلوقتي ازاي منسويها كوي يعني منسوي شكلها نحط اللحمة فكمية اللحمة بتبقاش كتيرة وبيبقى الخضار اكتر واحنا عادة يعني خلينا نعترف انه احنا بناكل بروتين كتير على حساب الخضار صح يا كنترول يعني مفروض الخضار هي تبقى المكون الاكتر او الاكبر في اكلنا احنا عادة منحط اللحوم اكتر بعدين السكند التاني بيبقى الخضار فانا هحشي دي وبعدين نسويهم حالا اقوليكم ازاي منخلي شكلها حل للاخر شايفين هي اصلا هتاخد الكيرف ده اللفة دي منيجي كده منمسحة تأكد انه ملناهم بالشكل ده بصوا شكلها حل وازاي طيب هنحط هنا طماطم في الصينية لو حابين تحطوا بطاطس تبقى متحمرة بس عشان شرايح عشان تستوي البتنجان سريع بسوا دي اول واحدة ونحشي التانية بسرعة ونعمل السوس مع بعض شفتوا سهلة ازاي ازا اللحمة المفرومة حتنالها دبس فلفل وممكن نحط هريسة دبس فلفل بتلاقوه فين متوفر انا عاملة منتجات موجودة على الموقع ومستخدمة هنا كل الحاجات اللي قدامنا البتنجان ده من المزرعة جاي علينا على طول اللحمة من برضو المزرعة برضو جاي جاي لنا على طول الدبس فلفل من منتجاتي كل الحاجات دي دايما في اخر البرنامج فيه فريم كده فيه شكر خاص لكل السابلايرز اللي بيوردو لنا كل الحاجات فراش للبرنامج ودايما انصحكم تشتروا الحاجة فراش تسابورت تدعموا الصناعات المحلية والمزارع المحلية لانه الحقيقي بتبقى فرق كبير بالطعم والجودة لما تجيبوا الحاجة طازة من المزرعة طيب حنحط اخر اتنين كده ونعمل التتبيلة دي بتتاكل مع ايه؟ بتتاكل مع رز الشعرية مطبخ التركي شبيه جدا بمطبخنا اكلهم دايما الاساسي الطبيخ اللي معه الرز مساحة تاني كده ونحطهم كده انا هعمل اتنين بس دلوقتي بس عشان تشوفوا الطريقة انا هبعد الشعرية بس عشان النار عشان تسودش هنا هناخد حالا عندي ماجرين كاب بصو هنعمليه هناخد دبس فلفلة معلقة كبيرة وحناخد صلصة طماطم برضو معلقة كبيرة او اكتر شوية من دبس الفلفلة هنحط ملح رشة وفلفل اسود وحنحط مكعب مرقة ومية مغلية وده السوس كمان بدبس الفلفل طعمه طالع خطير ادويبهم كويس طبعا انتو حطوا كمية البتنجان اللي انتو عايزينها انا بس بوريكم الطريقة تعالوا هنا نسقيه بنقوم حطين بالسوس يغطي نص شايفين ولو عايزين ننزل البتنجان تحت شوية كده نبعد الطماطم عشان يبقى في الصينية من تحت وبس ندخلها الفورن ممكن نديها سنة زيت احنا محطناش اي زيوت هاخد زيت لورو عباد الشمس ونحط نقطة زيت هنا لانه مفيش فيها اي زيوت خالص وعلى فكرة لو محطتوش زيت لو انتو عاملين دايت بصوا عملنا اكلة كاملة من غير اي دهون فتعالوا برضو ندخل دي الفورن وكل اللي هعمله هنا اني هحط حمرت الشعارية هحط عليها الرز على فكرة مبسوطة جدا الناس كتير بعتوا لي على صفحتنا على الفيسبوك مايشو تيفي انه ابتدوا يعملوا طريقتي في انه يحطوا ورقة الزبدة على الرز هو بستوي وازاي انه حسنت فلفلت الرز بقى اسهل بكتير خلوني اقل هنا نحط له رشة ملح الرز يا جماعة من الحاجات السهلة الممتنعة يعني كل ما يجي اقول هعمل الرز على الهوى قبل الهوى اقول طب خلاص نعمله على الهوى علشان في ناس كتير ما بيزبطش معاها الرز من غير اي مقادير احنا بس حطينا شوية زيت لما تيجوا تعملوا الرز ممكن تحطوا من لورو يا اما الكانولا يا اما الدرة يا اما عبد الشمس في الطبخ ما عندناش اي مشكلة بالتبادل بس في القلي العميق هو اللي منحط يا اما زيت الدرة او كانولا ومنبعد عن سوري مش الدرة منبعد عن الدرة عشان الدرة احتراقه ببقى سريع هحط الميا وعلي الحرارة على اخر حاجة اعلى حاجة وبحب ازود الميا بزيادة خليه يغلي غلوتين كده والغطى مفتوح وبعدين هنحط ورقة زبدة ونغطيه على نار هادي يستوي وإحنا منعمل باقي الوصفات اذا اول وصفة من المطبخ التركي حضرناها ودخلناها الفرن وكمان بنعمل اهوء الرز وحروق المطبخ وبعد الفاصل من المنيو تعالوا نعمل كشك بازنجان ما هو كشك البازنجان وليه اسمه كده وإيه المكون اللي فيه مش عندنا ممكن نستبدله هنعرف من المطبخ الايراني الوصفة اللي بعد الفاصل استنونا الرز عايزة وريكم هنا امتى من غطيه انا حطيت ميا زيادة يعني عليت عنه اكتر من صباح صغير وشربته السوائل قبل ما غطيه واسيفه يكمل سوا بصوا مرحلة ايه منسميها بيوت الرز الخروم دي لو نقدر المخرجنا تجيب لنا جوه الحلة اكتر منشوف جوه الرز ابتدى يعمل الخروم دي هنا شايفين دي منسميها بيوت الرز هنا في المرحلة دي من وضتي خالص اذا اذا الميا متساوية مع الرز وناخد ورقة زبدة نقفل على الرز تماما جربوا الطريقة دي شوفوا بتفلفل ازاي وبيطلع بيرفكت وبنغطي وبنتأكد انه وطنا طبعا التجهزات الكهرباء عشان مش زي الشعلة بتاخد شوية واحدة واحدة عشان توطة طيب حنروح دلوقتي والرز بستوي والصينية برضو بالفرن ممكن تستوي نبص عليها بصة سريعة اهو ابتدت شايفين تتحمر والكفتة ابتدت تستوي حنسبها ونبتدي بوصفة البتنجان اللي هي كشك بدنجان من المطبخ الفارسي الاراني مطبخ عريق ووصفاته كتيرة ورائعة وعملنا منه حاجات كتير وحنفضل ندور على وصفات حلوة نشاركها مع بعض عندنا البتنجان الرومي هنقشره ممكن تعمله زي طريقة البابا غنوك دي عشان احقاقا للحق يعني انا بجرب طريقة عجبتني لما بتفرج على وصفة جديدة علي هتلاقوني بشوف كذا حاجة بيشوه زي البابا غنوك بالضبط وبيقشره زي البابا غنوك بعد ما يشوه على البتجاز او بالفرن وبعدين بيكملوا الوصفة الطريقة اللي شفتها وحبيت اجربها اشاروا البتنجان وحطوه على مناديل ورشوب الميا وسبوه تقريبا عشرين دقيقة كده بالطريقة دي اوكي اشاروا البتنجان الحركة دي بتشيل المرارة من البتنجان فممكن ناخد الملح هنرش ندعاكوا كده بال ندعاك البتنجان سابوا انا بقولكم الوصفة اللي انا شفتها سابوا عشرين دقيقة ورش عليه شوية زيت زتون ودخله يتشوي بالفرن هاوريكم اللي احنا محضرين اللي هو ده بيطلع ده من الفرن بالشكل ده نبقى حطينه بالفرن اوكي لحد ما ياخد اللون التحمير ده وبيبقى استوى تماما فاحنا هنستخدم هنروح نعمل ايه فطاسة كبيرة على النار هنحط زيت زتون وحنبتدي نحمر البصل عايزين ياخد كرمالة بصل كتير شايفين اهو الكمية دي اللي بصدي نقلبه اهو المحلقة بصدي نقلب البصل لحد ما ندبلها بوهرات بوهرين غرب انه هم مع بعض اللي هو الكركم ده البوهر الاول والتاني مش بوهر التاني اعشاب نعناع مجفف هم الحاجتين اللي بيدخلوا مع الوصفة دي مع اختلاف الطرق اللي شفتها هم الاثنين الاساسيين والنعناع بيدخل في مكانين بيتحط في الوصفة وبيتعمل فيه تقلية على الوش فيه في الوصفة دي كمان توم بس مش هحطه دلوقتي عشان ما يتحرقش هستلنا البصلة تدبل في الحرارة اعليها اعلى حاجة هنا وهنا برضو اعلى حاجة انا حطاها على عينتين عشان دي طاصة الفايية برضو متوفرة على الموقع صناعة مصرية تخيلوا دي صناعة مصرية ولسه عامل لكم وصفة الفايية على الانستجرام رائعة والاسبوع ده هنعمل وصفة الفايية بدبس فليفلي على الطريقة طرق من الطرق العمل الفايية الاسبانية طريقة مختلفة خلينا نكرمل هنا طيب مكوناتنا الثانية ايه؟ مكوناتنا الثانية قلنا البتنجان عندنا التوم مع البصل احنا خلاص تخدمنا البصل بس ما نحط التوم بعد ما نحمر البصل عندنا عين جمل بعض الناس بيدخلوه جوه الوصفة وبعض الوصفات بيترشبس على الوش انا حبيت ممكن نعمل لتنين سايبة شوية للوش واللي بيحطوه على البتنجان ده بيخلوه كشك بدل التحينة حاجة شبه الجميد اللي هو اللي عملنا فيه المنصف ممكن كتبين في الوصفات زي ما بيعنونه الوصفات للناس اللي عايشة بره ومش متاح لها توصل المكونات انه نستخدمه نستبدله بالزبادي او الزبادي اليوناني بيبقى قرب بس هو طعم الجميد قريب لطعم المرتى انا ما كانش عندي مرتى النهاردة معلقة مرتى الزبادي اليوناني حتروح للنكهة اللي احنا مفتقدينها بالمكون اللي مش موجود عندنا ده اللي هو بيبقى انا شفته في الاسواق الايرانية في القرية العالمية في دبي فيه كل البلدان لها يعني ستندات فهو تقريبا بقى زي الكور كده مش كبير زي الجميد دبلنا البصلة هيبتدت تاخد لون بتدت تكرمل برافو كنترول بقولوا لسه ما كرملتش احنا مش محتاجينها هنا تغمق قوي محتاجينها تاخد لون بسيط طيب بعدها هنضيف عايز اوريكم ازاي البتنجان بيبتدي ينز الميا شايفين الميا بتاعته بيتطلع الميا بتطلع على البتنجان بعد ما نسيبه كده منقوم نحطينه على صينية فرن نشفه نحطه على صينية الفرن ومنحط عليه زيت زتون على فكرة المطبخ الايراني بيستخدمه زيت الزتون بوفرة كمان لانه هو من المكونات الشهيرة عندهم منقلبه كله كده نتأكد انه تغطى ومندخله الفرن تعال تحت بتنجان من شوية بتده برضو ده يستمي هنا بتده تاخد كرمال اهو مش عايزين لون غامق قوي مش زي لما منعمل انتو مش شايفين من البخار ولا شايفين اهو شايفينه لون دهبي برافو بيسألوني بيكذروا البصل قال طبعا البصل مليان سوائل وإحنا منعمل ايه ده اللي بيطلع بخار فهو اللي بيبخر اكيد الزيت طبعا الحرارة مع الوتقافر احنا حطين جوه بس اللي بيبخر السوائل فإحنا كده ودي كانت من الوصفة انه نستنى على البصل ينشف زي ما احنا عاملين في المرحلة دي هنضيف التوم مرحلة دي بالزبط مع علاقة التوم انا حتى مثلا بصلتين كبار مفرومين التوم دلوقتي بنضيفه ومنضيف خلينا نضيف هنا الكركم شوية كركم ونص كمية النعناع دي لها معلقة كبيرة ونضيف خلطة تعتبر فعلا جديدة لو حابين ترجعوا للبابا غنون حتلا انا عملته كتير الالوان تجنن النعناع لونه حلو لانه احنا منشفينه بطريقة المايكروويف حكيلكم عليها بعد الفاصل اكتر هناخد دلوقتي البتنجان نحطه هنا هوبطي الحرارة شوية وبالهراسة بس عايز ننزل السوائل دي السوائل دي سوائل اللي طعمها سموكنج التدخين شايفين اللون البني ده ده نكهة شوي البتنجان اللي مش هنضيعها خالص دلوقتي مناخد مع البصل والتوم الريحة تجنن يا جماعة هلسه ما حطتش ملح مش عايز ننزل المياه خالص اتفقنا انه الملح بينزل المياه واحنا منصف المياه او منبخر ها من البصل فهنا مش هنستخدم الملح الا في الاخر شايفين لونه جديد جدا من خلطة الكركم بالنعناع في ناس بفرموه برضو بمحدرة الطعام حبيت طريقة الراسع وحبها كمان برضو في بابا غنون وقتنا كنترول حل شفتوا الوصفة سهلة ازاي اهو بقولوا لسه معانا وقت احنا خلصناها من الالف الى الياء بحطوا الملح دلوقتي هنزبط الملح والمكون اللي قلتلكم عليه اللي هو بتحط ساعات على الوش هنحط برضو دلوقتي بعد ما هرسنا هخلنا اهرس كمان سلنا زيادة هحط عين الجمل واقلب متهيقلي دي بتعمه خطير ونكهاته جديدة يعني ده اللي انا متشوقة جدا اني ادوقه والعلمكم دي اول مرة اعمله بس اتفرجت كتير على وصفات في المرحلة دي هما بحطوا الكشك احنا هنحط الزبادي اليوناني واتفقنا انه المرتى بتدي الطعام اللي احنا عايزينه بحطه بدل ما احنا نحط التحينه هما بحطه الكشك وبيقلبوه معاه وهو هو لونه كده وبس هي الوصفة كده خلصت نطلع فاصل نرجع نقدمها يا كنترول يلا هقلبهم ونطلع فاصل نرجع نقدمها بطريقة لذيزة ونعمل لها التشرة اللي هي عبارة عن زيت هحط زيت ونعناع بس بعد الفاصل استنوا بصوا هنغرفها دلوقتي بتتقدم جنب العيش برضو زي البابا غنوج وزيق الحمص حقيقي من الحاجات الطعمها رائعة طبعا دلوقتي بالفاصل اكيد عندي فضول ببقى رهيب والفضول من الحاجات المهمة في المطبخ بالذات انه انا نهاردة خلط حاجات ما كنتش اتخيل اني اخلطها مع بعض الكركم مع النعناع هتون اخد عندنا كده كركم مع النعناع خطير هنعمل كده نوزعه بشكل حلو طعم تدخين البتنجان رهيب هنعمل له التقلية دلوقتي عندي هنا اينا لا من هنا هنجي احنا هنكمل بزيت الزيتون هنحط زيت زتون اللي هو كده كده لانه زي البابا غنوج هنحط عليه عالوش زيت 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 الكمية اللي هنحط ها عالوش هنحط لها النعناع نقلب كده طب ليه ما نحط شني بارد على بارد لانه الطعم مش هيبقى انفيوز الطعم مش هيبقى زي لما نعرض فاكرين بقولكم دايما نعرض الاعشاب للحرارة نعرض الا انا بس ده فتحة بالغلط ده نعرض الاعشاب الرزماري والزعتر والبهارة دايما الحرارة هي اللي بتطلع الزيوت العطرية حابين تقطفوه هو ناشف نحطه على طبق جوه المايكرويف دقيقتين تلاتة هتلاقوه بقى يعني زي خلاص ناشف جدا ولونه اخضر جدا نعناعك وزبرة بقدون سريحان اي ورقيات نشوفوها المايكرويف مفيش اي تعرض للتراب مفيش لون بيغمق ومفيش اي بكتيريا او اي حاجة هتيجي عليه هناخد الزيت نحطه هنا وبعدين ناخد عين الجمل اللي فضلت نوزعها كده على الاطراف تدينا ارمشة اكيد اللي جوه اكيد دخلت في الطعم مدابت دي هتدينا كرنش وهاتو ما انه احنا حطين نعناع نزوق برضو بورق النعناع طبق من المطبخ الفارسي وعلى فكرة زي ما قلتلكم مطبخ عريق جدا نعرف منه وصفات كتير انا هدوق الصراحة نغمس مع بعض هنا بالزيت اللي بنعناع خطير انا بالنسبة لي محتاج عصرة لمون بس انا اعمله كما يجب ولو حب اضيف انا شرع لمون مثلا او لمون على جمل اللي حابب طعمه خطير لازم تجربوه رحنا على تركيا وعلى بلاد الفارس تعالوا دلوقتي نروح على المطبخ الاسيوي هنعمل ايه اغسل ايدي سريعا الكنترول بيفكروني بالليب الكورن تعالوا برضو نبص عليهم هيا بنا ايوة انا عايزاك كده يبتدي يغلي ممكن في المرحلة دي ناخد معلقة وناخد من السوس نسقي كده البتنجان من فوق ممكن نقلبه على فكرة الناحية التانية لو احنا عايزينه نتأكد انه السوا متساوي حلوة السوا متساوي دي اه بس هي انا بحب الطبقة اللي فوق تنشف وتتحمر وتبقى يعني لها تاكستور مختلف عن اللي تحت لسه خليها معانا هنقدم ها باخر فقرة كفتة بتستوي بسرعة جدا والبتنجان بس عايزها ما يبقاش ناشف قلنا المطبخ الاسيوي هناخد بتنجان نحاول نجيبه حبات طويلة شوية هتو ادور معاكم هنا عشان هنعمل رول فاحنا مننق مننق الحبيات الطوال شوية هتو ناخد دول وسكينة حمية كان عندي سكينة الحمية حالا حطاها هنا اه وعندنا شوية لحمة مفرومة هنديهم النكهات الاسيوية بس تعالوا الاول نعمل الشريح هنحاول نعملها رفيعة قد ما نقدر بالشكل ده عشان نلفها دي دخينة شوية احتجاها ارفع عشان نلفها بالشكل ده كده وممكن نسبتها بخلة لو عايزين هرفع اكتر شوية شوية لحمة مفرومة شوية شرائح رفيعة ابتايزر لذيذ كل اللي بنعمله النهارده مش مين ديش معده الطبق الاولاني حال نخصوا اهو قطعنا البتنجان اللي فرده قدامنا هناخد اللحمة المفرومة فعلا شوية لحمة مفرومة قد كده هحط لهم شوية سوصوية فمش هحط ملح هحط لهم شوية بصل اخضر هنروح للناكهة الاسيوية هحط شوية توم وشوية جنزبيل فرش او بودرة وحخلطهم وبس ادي خلطة اللحمة شفتوا النهارده قد استخدمنا كميات مش كبيرة من اللحمة وعملنا حاجات حلوة وفاض عندي من اللحمة على فكرة يعني انا عملت صينية دي وفاض من الخلطة اللي خلطناها هنعجن دول على بعض كده ممكن ازود سنة صوية وحنحط لهم نقطة زيت علشان نفردهم احنا طبعا النهارده هنقلي الطبق ده واللي بعده نقطة زيت من لورو زيت عباد الشمس والزيوت زي مقادة لكم ده يمتدخل بكل اكلنا فمهم جدا تبقوا عارفين انه زيت لورو مدعم ببيتامين الف وبيتامين ده البيتامينات مهمة جدا لنا وتكاد تكون نقصة بالزيت ده لعندنا كلنا فمهم ندخل ها بأكل ناخد دلوقتي شوية من اللحمة ونفردها كده على البتنجان بعدين نلفها بالشكل ده حال عندنا خلال هنا اضمن انه نقفلها بالخلة تعالوا نعمل الثانية احنا عايزين نبص على الرز احنا فضلنا كم فقرة يا كنترول واحدة بس هننخلص دلوقتي هنعمل كده وكده يلا اخر واحدة وبالفاصل هعملكم تاني كنترول هحمر دول ونطلع عشان لما نرجع عايزين نطلع الاكل من الفرن وكمان نعمل مع بعض وردات البتنجان اللي هي كل الحكاية بالتقطيع هنعمل ايه هناخد لدول نعمل خلطة دقيق ونشأ قد بعض هنحط لهم ميا خلوني اخلطهم سريعا ورشة ملح هنخلط الخليط ده زيت على النار كانولا او عباد الشمس مش الدرة لانه قلنا انه زيت الدرة مش من احسن انواع زيوت بشكل عام للديب فراينج لانه بيكون درجة احتراقه وطية جدا فمش مناسب للقلي طيب احنا عملنا الخليط اهو ما يبقاش ولا تقيل ولا خفيف جاهزين هنعمل ايه هناخد دول يلا على الزيت هنا هناخد دول كده بالزيت شايفين بصوا من غطصهم تعالوا بالخليط استنوا وقت مننا اه شايفين حتناها بالخليط وننزلها بالزيت نعمل التانيين يلا ننزلهم بالخليط زي ما انت شايفين وبالزيت وبتقدم جنبهم سوس الترياكي هعمل تاني واحنا هشغالين سوس السويت الساور اي سوس اسيوي انتو بتحبوه منلف كده وبالخلة على خليط الدقيق والنشا والمية ورشة الملح هنتظروا وننزلوا في الزيت طيب انا دول هقدمهم ههم بصوا شكلهم طريقة لذيذة وجديدة جدا انه نعمل فكرة بالبتنجان فكرة بسيطة بكمية لحمة قليلة عندي انا هنا طبق هنطلع عليه اهو فيه سوس ترياكي جاهز وسوس السويت شيلي فهنضف مطبخي وبعد الفاصل طبعا هتلع دول بالفاصل لما يتحمروا وبعد الفاصل هنعمل وصفة واحدة صغانطوطة ونطلع المي بتنجان على فلق تركيا من الفرن استنوا اشتركوا في القناة الطبق الكفتة طلع من الفرن رحته تجنن عايزة وريكم الرز متفلفل ازاي نسينا خلاص لما توضطوا النار خالص وتحطوا ورقة زبدة انسوه تفلفل يعني انا عارفة انه هي من الحاجات الناس فرج علينا فيه يقولك ده رز بسيط وفيه ناس تقولك الرز هو معضلة حياتي في المطبخ جربوا الطريقة دي ممكن اكله حاف اللي بالشعرية ده من حلوته طيب نعمل اخر وصفة مع بعض بصوا بقى عندنا وردات البتنجان هحطها تتقلي اهي بصوا الوردات ونقطعها مع بعض بصوا شكلها وردات البتنجان ده نفس الخليط اللي عملنا من شوية لرولات البتنجان على الطريقة الاسيوية هنا بس عايزة تأكد انه اهو الوردة قسمة نصين يا جمعة وردتين تلو نحطها بالزيت اهو ونقطعها هي سر هنا في التقطيعة نقطعها مع بعض بصوا الوردة عاملة ازاي وده بيخليها مقرمشة لانها متقطعة صغير زي الفرايز شايفين هاتوا نحطها كده في الخليط وننزلها في الزيت دي بقى ممكن يتحط لها خلطة اسيوية يتحط لها اي حاجة انتو حبناها النهاردة حبيت نعمل خلطة شرقية كده نحط اخر واحدة عشان نعمل طبق لزيز دي بينا قوي انها الوردة اهي اوكي شايفين نغطسها وعلى الزيت ننسبهم يتقلوا طيب احنا هنعمل دلوقتي حالا السوس اللي قلتلكم عليه عندي ماجورينج كوب او طبق هحط دي هاريسة شايفين هاريسة حرقة بتاعتنا هنحط عليها توم وحنحط لها لمون انا عيني على صوت القليبس وحنحط لها كزبرة وحنحط ملح وزيت زتون ملح وزيت زتون ودي التكبيلة اللي حطها على الوش تعالوا هنا نشوف الوردات بصو شكلها ببقى عامل ازاي بصو شايفين تاخد شكل الوردية لنقطع الوردة ده اهم من الصوت هناخد برضو الستيكس خلوني امسح قدامي هنا استيكس الخشب استيكس البلاستيك تو الكيك بوبس اللي انتو عايزينها وناخد برضو بتنجان طويل شوية وسكينة نقطع من هنا ومن هنا ومنحطه ما بين التوستيكس حال ونبتدي نقطع بالطول والستيك هي اللي بتوقفنا تحت شايفين الستيك هي للصوت اللي بسمعوه ده اللي بيخبط كده هي اللي بتوقفنا تحت ومنعكس نقطع سكينة دي مش حمية بس قوي اهو اخر واحدة بالشكل ده بتتحول عندنا بصو الى وردة اللي بيخليها تحافظ على لونها لحد ما نقليها وتفتح كده زي الوردة منحطها هنا تعالوا في مية بتلف بصو بتحافظ على لونها وبتفضل كريسفي and fresh دي طبعا خدت لون البتنجان تعالوا نطلع الوردات تجديد في الشكل النهاردة وفي الطعم وفي الألوان وفوق فتنة في المطبخ ده شيء مهم انه نجدد حتى فوق فتنة المطبخ هاجيب الطبق هاته نخطوهم بطبق كده وده حيخلي السوس مقدمش بشكل فضيع الخلطة ونحط عليهم ناخد معلقة السوس اللي عملنا من هاريسة مع توم مع زيت زتون وملح وكزبرة ناخدو كده نسقطو هنا تحطوا بقى سويا تحطوا سويت شيلي النكهة اللي انتو حبنها اهو هاتوا نزوقو بقى مش يعني عشان مطبخ الشرقي ما نعملوش بأحلى شكل ممكن شوية براعم كزبرة اهو بصوا حلوتو اي رأيكم مقرمش مقلي لذيذ تمبورا ستايل على الطريقة النكهات نحطو جنب الحاجات بصوا هنا الطبق اللي قدمناها رولات البتنجان صوف تبقى عاملة ازاي محشية بالكفتة شكلها حلوة جدا نعمل لها ديبين كده وندوقها بصوا اللحمة جوه وهمية طعمها فظيع شايفين اللحمة بينا اللي عايزة اغريفو معاكم ندوقه اكتر حاجة الكفتة هيا بنا نغرف رز بيوحشنا الطبيق مهما شرقنا وغربنا الطبخات اللذيزة دي بتوحشنا ناخد واحدة من البتنجان كفية واحدة ولا نحط اتنين ايه رأيكم اتنين بورشن كده نحطهم هاكس بعض ناخد السوس ننظف ننظف الطبق بقى استن كنترول بقولولي تايم بس يعني هو تايم 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 مش تايم تايم هاتو ننظف الطبق انا عن نفسي بعشق كل المطابخ بس يعني من كم يوم كنت راجع ساعة ونص يوم العاصفة سايقة من التجمع الاكتوبر بحلم اني ارجع اكل يخن طبيخ بيوحشنا الطبيخ تعالوا نقطع قطعة كده هنا شوفوا دايب ازاي تبقى كل قطعة اهو عليها حتة الكفتة بتاعتها مع السوس اللقمة دي يا جماعة اشتهتكم فيها نفسي تدقوها اضافة دبس لفليفلي وماذا فعلت بالطبق هتعرفوا لو جربتو حلقتنا على الفيسبوك مايشو تي في الوصفات واللينج على اليوتيوب الحلقة كاملة ثلاثة العصر على قاهرة والناس سنين الاعادة وستة المغرب على قاهرة والناس واحد رحنا بلاد فارس وبلاد العثمانيين وعلى مطبقنا الشرقي وكمان الى شرق اسيا بحبكم جدا وحنفضل نلف في السند والهند ونحل رحلنا في مطبقنا المصري والعربي دايما باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة